اشتركوا في القناة وفي ناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2023 يتقدم وزير السياحة ياسين حمادي بأزكى التهاني لشعب الجزائري عامة وأسرة القطاع خاصة متمنيا من المولى العلي القدير تحل علينا هذه السنة بموفور الصحة والعافية وأن يجعلها حافلة بالمسرات والبركات وتعود على وطننا المفدى بمزيد من الرقي والازدها في كنف الأمن والأمان هذا وقامت مدرية السياحة والصناعة التقليدية لولاية جانات بضبط مخطر رقبي وتفتيشي مخصص للمؤسسات الفندقية الموجودة على مستوى إقليم الولاية تزامنا واحتفالات رأس السنة الجديدة في حين أن جل مدريات السياحة والصناعة التقليدية على مستوى التراب الوطني انخرطت في نفس المسعى قصد الوقوف على نوعية الخدمات المقدمة على مستوى المؤسسات الفندقية والسياحية وإلى خبر آخر كشفت مدرية الشباب والرياضة لولاية الجزائر عن قائمة سحب تذاكر مباريات كاس أفريقيا للمحليين المقامة في الجزائر قيث وكدت أن السحب سيكون يوميا بداية من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية منتصف الليل في مختلف النقاط المتواجدة في الجزائر العاصمة هذا ورحبت الموديلية بالأنصار والمتتبعين للعرس الكروي الإفريقي الذي سينطلق في الثالث عشر جنبري القادم إلى هنا مشاهدين مستمعين نصل إلى ختام هذا الموجز دومدوم في رعاية الله وحفظه سلام